بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء يا يه فظلت عناقهم لها قاضئين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن مهجس إلا كانوا عنهم أرضين فقد كذبوا وسياتيهم أنباء ما كانوا به يستعزون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أني تلكوم الظالمين كوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاب أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاب أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسراهيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكاثرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي هكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسراهيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعجلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جيتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونذع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبأصف المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السارة لميقات يوم معلوم وكيل للناس هل أنتم مجتمعون لأن لنا نتبع السارة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السارة قالوا قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نهل الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وإسيهم وقالوا بإزة فرعون إنا لنحل الغالبون فألقى موسى أصاه فإذا يتلقف ما ياتكون فألقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أهامنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نظم أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوهينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لضائدون وإنا لجميع هضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وقنوذ ومقام كريم كذلك وأورسناها بني إسراهيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدرقون قال كلا إنما إي ربي سيحدين فأوهينا إلى موسى عن اضرب عساك البحر فانبلغ فكان كل فرك كالطود العظيم وأذلبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم اضرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرهيم واتل عليهم نبأه إبراهيم إذ طال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينبأونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرهيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عجو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطيمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يهين والذي عطموا أن يكثر لي خطيئتي يوم الدين رب حب لي حكما وألهقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضلين ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله علينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم ولقاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون جالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة ونكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الهوى العزيز الرحيم قد ثبرتهم نوه للمرسلين إذ قال لهم وأخوهم نوه ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطئون وما أسعلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وعطئون